كيف كانت غلطة عمرك؟ غلطة عمري أنه مجم تبني من زمان إذا أقول له عطاها عمر مثلاً 16-17 بيتروح عالجامعة قوم باب يروح معي الصبح عالجامعة كيف بك تقوم؟ ترك بإجر الغشب وتجيبي الواجبي وكله بدي ساعة يعني أنا ما في مرة واحد بيحكي معك نصف ديئة جد صعب يعني ما في اليوم كيف عم بيحكي جد أنتو بتفكريهم مزح خمس بعيوني مرق الجد بالمزح لا ما في مرة بقدر أحكي معك كلمتين جد حكيي هلا خلص إيها قدام لعنا طب يلا أوتنين غيرهم شو سر هال طبع نحنا ربينا قلتلك نحنا ربينا عشرة بيت في قوت تاني يعني ما في أولا مرة حضرنا فيلم مع بعضنا بدنا نحضروه نص يحضروه رجعوا نص التاني يفوت على الله كل واحد بتضوه يعني فتعودنا يكون في أكشن بالبيت وهضامي بجو وأنا طبيعتي هيك بحب حتى بالدراما تابعي لما غني حزن ما بتحسيني عم بوم أي هيدا شي مبعف إلو علاقة بالطبع وأنا أكوني أكيدة إنه تسعين بالمية مش نتربية تسعين وتسعة وتسعين بالمية من المزح يبقى دايما حامل كل الجمل اللي فيه حامل جدين نص المزح جد طبعا مش نصه أنا عندي تسعة وتسعين زياد عطول بتحكي ببدايتك يعني ببدايت إذا بدك يعني كيف أنت من عائلة متواضعة ما بتستحب هيدا الشي يعني بعكس بعكس كثار من النجوم يعني بحاولوا هيك يغطوا على الحياة المتواضعة أو الفقيرة اللي كانوا عايشينها تتأسد تحكي عن مدولات ما هي تقالك يا عمي في جيل صغارة اللي بيحبني أنا مسائبة ولما إجاني ببق أزاد هالشي من شعورك بالمسئولية إنه عن جد لما ولد أنا بنتي هلأ مكر إذا بعرفها بتحد فنان بدي فوت فلفش عنه من هو ده الفنان اللي بدا تقلده منتي أو تسمع جملي التعيدة وراه أو تتأثر بالكولتشر اللي عم يقدمها طب أهلا أهالي اللي عم يسمحوا لأولاده اللي يحبوني يا لترى هيك عبسان عم يسمحولون أنا بتباها مش بس ما بخبي بتباها إني كنت فقير ورح ضل فقير وبتباها إني كنت بيبات في عشرة قاعدين بقطتين وهلأ حمد الله في مليئين عم تشوفني لكن إذا كنت خلقت بيبات في عشرة مليئين قاعدين وإن مرجالي إذا هلأ في بعضهم عشرة مليئين عم تشوفوني معاكس تعتبر هالصعوبات اللي أشتهي إن الفتا من خالها أنا دا مش الفتا اللي قال باي وإمي جغولي وخالتي حلو هاي دي وين بعد وهايدا عبي فكيرات دي شوه سطحي ودي شوه معتر يعني طب زياد رحيل خيك يعني الله يرحمه هالضربة الكبيرة بالبيت عندكم لايكي هليكي هيكي الموت شغلي يا بديك تقربي منا كتير 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 لحتى تبطلي خايفي منا يا بديك تعيشي كل حياتك عايشي بيرعب منا أنا بالنسبة إلى إلي تجربة خي خاصة الخي خي أنا اللي عراسبة أنا أكبر مني بسنة ونص يعني أنا ويا أكتر شي متخانئين أنا ويا أكتر شي الله بيعرف العلاقة خلتني قرب على الموت بشكل منه طبيعي لدرجة متاخمته يعني أعلى إذا تعال إلا كل تفاصيله بدي أعرف حسب كل الأديان وحسب كل المعتقدات تقبلت يعني ما الموت أنا أكيد إنه بديت حياة أحلى لأي إنسان كان نضيف بحياته ليش واعد يخاف من الموت؟ بس لفرق بعد لفرق شو بيبقى؟ شو بيبقى؟ بكرا بتسمعوها بالألبوم غنيت له بعد لفرق شو بيبقى؟ هايدي الأغني هي الأغني اللي صار فيها لغة مشكلة ما بعرف ليش هلا إذا إلا تفسير لهوتة لأنها أكتر أغنية كان يحبها المرحوم خي ولما عرف إنه أخدتها إليسا مني من حوالة الأربعة سنين معي يا مرايتي زعل مني هي اللي رجعت هلا؟ هي اللي رجعت عبدوني بدلوها أو شي من النوع لأنهم ما توفقوا ما فيش شي بالصدفة على فكرا قلتي بعد لفرق وقسمها بعد لفرق ومن بعد إذن استزوائي اللي عم فكر سمي الألبوم بعد لفرق إذا بيقبل حلو شو بتقول فيك تقول؟ بتقول بعد لفرق شو بيبقى؟ عذاب قلوب محترقة والطريق غروب علينا تحرم الملقة هوان غيوم مختنقة بأسل دروب تركني وفل محاكاني محاكاني مشي الحال زيادة آم بتاعنا غير الجو طبعا كتسوق مطوء انت و أنا و صغير انت و زورة اي مشرف كنت زورة؟ كنت زورة؟ كنت شيلة عدولاب كنت تشيل عدولاب؟ كنت زورة؟ كنت زورة؟ كنت زورة؟ انو اذا حدا رايح مع عدولاب غير له انا كتير كنت زورة؟ تترك صاحباتك او هني تركوك صاحباتي احس انا هيك انه صاحباتك حلوية شو صاحباتك فكار مدمعين عيونك لا شوب انا عامل ارحق اجما كنت زعوري كنت حب حد نقاعد بالرابع ايام الشارع الزونا فما في مبرر اتطلع فيها وقاليا شو عامي اليوم ما كان في مننا يا باك والقاتلي اي شو كنت عامل فقشتري قلينة شو اسمك كان بوقتنا جلول ذكري جلول فكراع كراع وحده وعلى ثلاثة أربعة وقت ما تفهم من أول أنيني تكرع لك خمسة ستاين لابن ما تفهم نولقيني حد الكنيس الساعة